السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امدحانات ومباريات. هذا واحد السؤال اللي كي يطرح اشكال دائما قبل مباريات التعليم. يعني واش خاصة نختار التخصص او لا المزدوج يعني الابتدائي. في هذا الفيديو قد نحاول نقسمه على اربعه ديال النقط اساسية. يعني واش خاصة نختار المزدوج او لا تخصص. بالنسبة النقطة الليولي يعني بالنسبة لاختبار الكتابي الاختبار في شفاوي ثم بالنسبة للعدد ثم بالنسبة من التعيين. بالنسبة لاختبار الكتابي بالنسبة للمزدوج كي يكون عندنا يعني اربعه ديال المواد اللي خصي تدوس فيها. يعني كي العدد ديال المواد كتير مقارنة بالتخصص. تخصص فيه مادة ديال التخصوص وفيه علم طربيان ولكن واحد الجانب آخر هنا يخص نجوفه المعامل هنا بالنسبة للجمعناه ديال المعامل أعطينا تمانية هو المجموع ديال هاد المعاملات ديال المزدوج ديال الناس ديال الابتدائي بالنسبة للتخصوص عندنا خمسة هدفين غد يلعب دور هاد المعامل هو في المباراة ديال الشفاوي يعني إن شاء الله اللي دوز الكتاب ينجحه مشهر الشفاوي يعني بالنسبة للمزدوج يعني أن المقطة ديال المزدوج كاتبت لتقريبا شي خمسة وسبعين في المئة بالنسبة للمباراة ديال الشفاوي يعني أن الكتابي مهم جدا بالنسبة للناس اللي غادي يبغيوا يتفعل لابتدائي المزدوج أما بالنسبة للتخصوص فالمعامل هو ثلاثة وهنا عندنا بالنسبة للكتابي خمسة يعني كيكون تكونوا شوية ما كانش بزاف ديال تأثير بالنسبة للكتابي على الشفاوي. يعني كيكونوا مقاربين شوية. مش بحل مش بحل مش بحل مزدوج. نمزدوج الكتابي عنده اهمية كبيرة حيث لانه كي تلشي خمسة وسبعين في المئة. يعني هنا المعاملة الثمانية في المقابل ديال الشفاوي عندنا هي الله ثلاثة. بالنسبة التخصوص هنا يا خمسة. وبالنسبة للشفاوي الله ثلاثة يعني مقاربين شوية. هنا لا يعني هنايا بالنسبة الابتدائي المزدوج يعني ان هاد ربع الدين للمواد المعاملة ديال هو الميلاج مانه بالنسبة للكتابي إليكم شوية لشفاوي يعني يا لاش بشي مزيان هنا في الكتابي الشفاوي مكيكونش عندول تأثير. يعني لو جوبته مزيان هنا يا tuvo بزاف تأثير يعني حيث اللي نسبة ديال الله خمسة وعشرين في المئة يعني هنا يا خمسة وسبعين في المئة. أما بالنسبة للتخصص لا بالنسبة لاتخصص يعني كنى تخصص. وكيكون عندك الشفاوي. الشفاوي هنا مقاربين شوي يعني يلا خمسة هنا ثلاثة. يعني بجوجه هم عندهم اهمية كبيرة. اما بالنسبة للناس دي الابتدائي ارى الكتابي يعني كبيرة النقطة دياله مقارنة بالشفاوي. يعني خمسة وسبعين في المية هنا خمسة وعشرين في المية. ممكن يكونش بزاف تأثير ديانه اللي جاوبتيم زيان في الكتابي. ارى تكون عندك حدود بزاف بجدوز. بالنسبة للاختبار الشفاوي يلا تكون فيه يعني ثلاثين دقيقة. اندوزو النقطة الخورة ديال العدد. في الغالب ديال في الغالب ديال ديال الامتحانات كي يكون العدد بزاف في المزدوج. يعني الناس ديال الابتدائي كي يكون العدد دياله مطلوب بزاف. يعني ذاك شعلاش كتلقى بزاف الاغلبية كيتتجهل هذا القرار. يعني كي يقول هنا فش كي هنا لحضوض بزاف عن تفعل ابتدائي. ولي كي ما نغفلوش بالنسبة للتخصص. حيث في بعض المرات في بعض الجهات. اش كي يوقع كي يكون العدد بزاف في التخصص. ففي الابتدائي عفوا. يعني كي يكون في الابتدائي مثلا نعطيك كمثال. يتكون مثلا تلتمية ولا ولا بحالة كل. كيتتجه بزاف الناس لهذا. يعني كتلقى شي تخصص دفعي ليش حاجة قليلة. يعني كتلقى مثلا بحال واحد لعام الفين وسبعتاش انا ما تذكر. في الجهات ديال شي اقليم في الجهات ديال انضرها تفيلة. كانوا الناس دفعوا بزاف المزدوج بالنسبة للتخصص وش. انا ما اعتقد وش للفيزياء او لا الرياضيات. بالنسبة للتخصص ديال الرياضيات يعني ما كميش قاعد العدد اللي كانوا باغين كانوا باغين شي 80. ودفعت يلا 60. يعني يلا 60 يعني كامل هذو كل يدفعوا بالنسبة للتخصص دازو. يعني اش كي يعني هذا را خص الانسان يدير وكا وهكا ما يمشوفه واجنا ولي غير هو المزدوج كي يكون في العدد اكثر. بالنسبة للتخصص ما كي يكونش فيه بزاف ما كي يكونش فيه بزاف الخصاص. يعني بالنسبة للتجربة ديال الفين وسبعة عشر على ما اتذكر. بالنسبة للناس ديال الرياضيات راح باش كملوهم هما ذاك العدد اللي خصهم شاول تدوزوا الناس ديال الفيزياء. وهدو كل يكانوا في اللي ازدادتون في الفيزياء هزوهم كملوا بهم الرياضيات على ما اتذكر. وبالنسبة للنقطة الاخرانية اللي هي ديال التعيين. بالنسبة للتعيين بالنسبة للنزل الابتدائي غالبا كيكون في شي منطقة شي بحضارية او الا قراوية. الحضاري بالنسبة للنزل الابتدائي كيكون قليل كيني الجيهات بحل الجيهات ديال الارباط. والجيهات ديال تربض على ما هدو ما الجيهات اللي كيكون فيهم زي ما ما فيهمش بزاف المجال القراوي. بالنسبة للتخصص. في التعيين لرا كي يكون اما شي بلاسة اللي شي بحضاري او اللي حضاري القراوي قليل بزاف. يعني كتلقاش بلاسة بعيدة ولكن كتلقا فيها كل شي كين. عشان موحتي يقولك داب التعيين تنوصله لتمويد الاخرى. كل شي قريب عند الله. ايه والله يوفق الجميع. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة. وتدعمونا وتبرتاجوه مع الاخوان اللي غد يدوزو والله يوفق الجميع.